بعد انتصار النادي الأهلي بالأمس ببطولة الانتر كونتينينتا الامبارح أو ببطولة الأفروي أسيوية أمام العين الإماراتي إفنتينو رئيس الاتحاد الدولي اللي دايماً ليه يعني كتابات مهمة جداً عن النادي الأهلي وتعليقات مهمة عن النادي الأهلي تعالوا نشوف إفنتينو قال إيه عبر حساباته الرسمية عن فوز النادي الأهلي بالأمس تهنينا للأهلي على فوزه الرائع على العين الإماراتي في بطولة كأس أفريقيا وأسيا والمحوط الهادي أمام ستين ألف مشجع في استاد القاهرة الدولي هذه النتيجة التي تضمن لك مكانا في المرحلة التالية من كأس الكارات عشرين أربعة وعشرين كأس التحدي فيفا في أربعتاشر ديسمبر عشرين أربعة وعشرين في استاد تسعمائة أربعة وسبعين أو تسع سبعة أربعة في الدوحة هي النتيجة ستسعد بالتأكيد جماهيرك المتحمسة كل الطرق تؤدي إلى استاد لوسيل إن شاء الله بإذن الله في النهائي عندما يقام نهاية انتر كونتينينتل قطر عشرين أربعة وعشرين يوم الأربعاء الموافق تمنتاشر ديسمبر عشرين أربعة وعشرين وهي المباراة التي تأهل إليها نادي ريال مدريد بالفعل وكل الأمنيات إن شاء الله النادي الأهلي يلعب فينال كأس الانتر كونتينينتل ودي كانت تهنية انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للنادي الأهلي